السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا هعرفين ان فيه نوعين من الارقام فيه النوع اللي هو بالشكل دوت اللي هي الحروف الهندية وفيه الحروف التانية اللي هي الحروف العربية فيه بعض المشاريع بيبقى مطلوب منك النت تكتب بالارقام ديت وفيه بعض المشاريع بيبقى مطلوب منك تكتب بالارقام التانية فازاي احول الموضوع دوت بكل بساطة انا هفتح control panel بمكام الصارت هفتح control panel واجه هنا من region هقوله additional settings خلي بالك هو هنا كاتب الارقام بالشكل دوت فانا هدخل هنا والله اخر حاجة standard digital ايه الارقام اللي انت عايز تشغل بها هقوله انا عايز اشغل بالارقام العربية طيب لو هي فوسط كلام عربي تاخد نفس الحاجة ولا تقلب ولا national هقوله اوك تمام الارقام هيتحولت هقوله apply واقوله اوك وهروح للبرنامج الريفت هروح ده اسقف خمسة تمام او افتح هي view تاني لو هي ما عملتش معاك ورجع تاني هتلاقي الارقام اتغيرت ولو قلت له text tx وده اكتب هتلاقي الارقام ظهرت معي زي ما انا متعود تمام عايز الشكل التاني برضه تروح للرجن additional setting وتغيرها اللي انت عايزه وتشوفها هل انت عايزها في السياق ولا تتعدل ولا national هتلاقي اتعدلت تروح للريفت تدوس F5 ثلاثة عددت تمام او افتح view تاني ورجع تاني هتلاقيها الزبط في معاك